تحت شعار لا بديل عن الفوز ولا غيره يدخل منتخب مصر الأول مباراته ضد نظيره الرأس الأخضر مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الختامية للدور الأول من كأس أمم إفريقيا نسخة 2023 المقامة بكوتفوار المنتخب الوطني المصري تعادل إيجابياً خلال أول جولتين بمجموعات كأس أمم إفريقيا أمام كل من مزنبيق وغانا واحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين ويتحتم على منتخب أحفاد الفراعينة حصد النقاط الثلاثة وتحقيق الانتصار على منتخب القروش الزرقاء في لقاء الغد من أجل قطع بطاقة الترشح الثانية في المجموعة بعد ضمان منافسه التأهل في الصدارة إلى ثمن نهائي ويفتقد منتخبنا القومي في مباراة الغد لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بداعي الإصابة التي تعرض لها في المواجهة الماضية أمام المنتخب الغني ويبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن البديل الأفضل لمحمد صلاح خلال لقاء الرأس الأخضر في تشكيلة الفراعينة وإيجاد التوليف القادر على تحقيق الفوز والعبور بسفينة أبناء النيل إلى ثمن نهائي الكام منتخب مصر في مهمة شاقة أمام القروش الزرقاء من أجل إسعاد الملايين والتأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا وقتل خطوة الأولى نحو استعادة عرش الكرة الإفريقية